واتمكن من فتاحبه بالتسجيل عن طريق اللاعب فيس الخريفي في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يعدل وليد عرجي الكفة لابناء سستارة بمقصية جميلة في الدقيقة السبعة والثلاثين وفي الشوط الثاني خرج كل من الحارس برفان ووسط الميدان حسين العرفي ما سمح لأتلتيكو مدريد بمضاعفة النتيجة في الدقيقة التاسعة وستين عن طريق يوسف عطال وهدف ثالث في الدقيقة الواحدة والثمانين حمل توقيع طيب مزياني ليحقق بدلك الأتلتيك المفاجأة ويقصي اتحاد الجزائر